موسيقى 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 وأصيب عدد آخرين في هجوم شنة القبعات الزرق التابعة لميليشيا سراي السلام التابعة لمقتد الصدر في محافظة كربلاء في النجف هاجمت ميليشيات القبعات الزرق خيام المعتصمين هذا الموضوع أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المتظاهرين السلميين في مجزرة طبعا أدانتها باثة الأمم المتحدة وسنعرض لحضراتكم بعد قليل هذا الخبر أيضا تواصلت التظاهرات في مختلف المحافظات المنتفضة تأكيدا على المطالب المشروعة وتنديدا بمجزر الميليشيات ضد المتظاهرين السلميين بعثة الأمم المتحدة يونامي في العراق أدانت المجزرة التي شهدتها ساحة الأتصام في النجف وأدت إلى سقوط عدد كبير من الضحايا بين شهيد وجريح رئيسة البعثة جينين هينيس بلاس خارت قالت إنها تدين بشدة أعمال العنف والتي أدت لسقوط عدد كبير من الضحايا في النجف الليلة الماضية أكدت أنه يجب حماية المتظاهرين السلميين في جميع الأوقات وليس بعد فوات الأوان وكذلك لجنة الصليب الأحمر الدولية في العراق أبدت قلقها من استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين في النجف ورئيسة اللجنة كاتارينا ريتس قالت إنه يجب أن يتوقف العنف في العراق ودعت السلطات الحكومية والقوات الأمنية لضمان حماية كاملة للمتظاهرين السلميين نحن نتساءل أين هذه الحكومة وأين القوات الحكومية المفترض بها أن تحمي المتظاهرين ما هو دورها ونحن نشاهد ميليشيا القبعات الزرق التابعة لمقتد الصدر وهي تقتحم ساحات الاعتصام وتعتدي على المتظاهرين بالضرب وتستهدفهم بالرصاص وأودت بحياة الكثيرين وأصابت أكثر إلى متى ستبقى هذه القوات الحكومية مشاركة في ما يحدث للمتظاهرين لماذا لا تقف مع المتظاهرين في حمايتهم ولتأمينهم من خطر وبطش الميليشيات أليس هذا دورها الحقيقي؟ الحكومات المتعاقبة هل بنت جيشا وطنيا وقوات حكومية وطنية تدافع عن العراقيين؟ هل أسست هذه المؤسسات بالشكل الصحيح؟ لماذا يسمح لميليشيا مقتد الصدر وغيره من الميليشيات الأخرى أن تعيث في الأرض فسادا وأن تتجاوز على القانون وأن تعتدي على أرواح الناس بهذه الطريقة دون رادع ودون حسيب ودون رقيب ودون قانون يقفوا أمامها لمنعها من هذه الانتهاكات؟ طبعا سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق مارتين هوت طبعا وصف الترهيب والعنف ضد المتظاهرين في محافظة النجف بأمر غير مقبول أيضا قال بأن العنف والترهيب ضد المتظاهرين على يد الميليشيات المسلحة والذي تسبب بمقتل وإصابة العديد من المتظاهرين السلمين في النجف أمر غير مقبول وطالب بتحديد الجنات ومحاسبتهم السفير البريطاني في العراق كذلك ستيفن هيكي قال إن ما تعرض له المتظاهرون في محافظة النجف كان صدمة السفارة الأمريكية في بغداد أدانت الاعتداء الوحشي على المتظاهرين السلمين في محافظة النجف ودعت الحكومة في بغداد وقواتها الأمنية إلى وضع حد لهذه الممارسات الإجرامية وتقديم مرتكبيها للعدالة أكثر من أربعة أشهر الآن على ثورة تشرين ما الذي حققته حكومات المنطقة الخضراء بشكل عام هل حاسبت هل عاقبت هل أوقفت مجرم عند حده ومنعت من ارتكابه جرائم وانتهاكات ضد العراقيين ما الذي قامت به جميل الشمري يعني متواجد حتى هذه اللحظة في الخدمة ورغم أنه ارتكب مجزرة في مدينة الناصرية في محافظة ذيقار وغيرها من المجازر الأخرى التي ترتكب يوميا على يد الميليشيات وبدعم من القوات الحكومية طيب معنا الآن السيد عبد الرزاق من بغداد تفضل عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أخي إذا تسمح لي يعني تفضل يعني أدي مواطن عراقي يعني كمواطن عراقي يعني من مجيز الثورة نعم والله يا أخي يعني أدي تناشي يعني أول مرة أتعلك إذا سمحت من سؤالين يعني عندي مداخلة من سؤالين أول مداخلة هي يعني سؤال وثاني مداخلة هي يعني نقيح يعني أقول شغلة بس سريعة سيد عبد الرزاق أنا هنا أطرح أسئلة ولا أجيب فحضرتك يعني تفضل تفضل أنا من مدينة الثورة نعم أخي العزيز أنا بس أناشي تأهل مدينة الثورة لأنه أنا بالنسبة لي يعني أقول من البغداد بس أنا بالغربة من 20 سنة نعم وأفتقر بثورة 20 إن شاء الله الله يجبها على ثورة 20 وهي صحيح ثورة للحق أو ثورة للناس للناس للعراقي نعم بس أجمعين بس أنا يعني أعتب على أهل وناس يعني أرجعتي على أهل الثورة من قطاع واحد إلى قطاع 79 نعم هم عشائرنا هم هنة هم زباعد هم بيزامل هم حلاق هم كل الحجار الأراقي ومسدادهم إلى الجنوب إلى إبراهيم نعم يعني هل بممكن يعني بالعقل وبالمنطق يعني أنه رجل قاعد بالإيران هرطلين عليه الرشاجات براسة أه آآ 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 قول هيت جول هيت جول هيت جول هيت جول هيت كل من قطعة 79 كلها صور شهداء وصور الشهيد الفلاني الفلاني الشهيد واني تربيت وعشت إياهم ولعبت إياهم وضحكت إياهم ومسيت إياهم وصبحت إياهم هل هي أساس إنسان قاعد فيهم ويتبعون بما يرضى الله سبحانه وتعالى قدمهم العراق صبغلهم بيوتهم قدمهم العراق حطلهم المجاري قدمهم سلوك المنتنزهات قدمهم العراق ملائع بالكرة القدم قدمهم العراق أحلى اللبس وأحلى الكرامة الإنسانية لماذا قدم المدينة الثورة قبل العراق يا عبد الرزاق؟ ها؟ لماذا قدم المدينة الثورة قبل اللي يقدم للعراق؟ هو العراق قدم المدينة الثورة وقدم لكل العراقيين ما أريد أخش بالتفاصل إذا أخش بالتفاصل برنامجك لازم يكون 666 سنة عمر العراق نعم خليني أحكي أبو جاسم الله وقف لأنه أنا أحكي من كلامي يدور الكرة الأرضية ويرجع للصحيح فضل يعني لا حلاوة بذل مجروف ولا أريد أن أصبت لك بشيء كل ما بالأمر أريد أهلي وناتي يسمعوني الكلام الصحيح هذه يعني نصيحة الأهلي وناتي أهل العراق وأهل الثورة يعني هل بالمعقول هل بالمعقول إنسان مع احتراماتي سيد 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 ونحترم ونحترم كل السادة كل السادة هم وصلاة رسول الله بس ما ممكن إنه يكون سيد يقبل بالقتل ونضروف إنسانة عراقية شريفة تدافع أو تقاتل وتجاهز من أجل العراق اللي عمره 6700 ومرة مر يقول 6700 ومرة يا أبس 3 سنة 6 سنة معقولة إحنا يجي طار بينا يعني الضيم والعشائر هم أهل الثورة عبد الكريم قاسم لما نطاكم هاي اللي بيوت هاي وقدركم ووطنكم على أساس إحنا كل ناس سقرة كل ناس سقرة على أي أساس قدركم وقدركم وعلى أساس إنتم منذ العراق يعني حضارة العراق من عدكم لما يجي من البطرة ومن العمارة ومن الناصرية يقول والله أنا ما أروح للفندق أروح الأهلي فأخي العزيز هاي وحدة لازم يسمعوها عشائر العراق هم عشائر الثورة لازم يعرضون هل هذوله أهل الثورة أو هذوله مندسين إيرانيين هل هذوله أهل الثورة هل هذوله مندسين إيرانيين هاي مفهومة الثاني يا أخي العزيز إلى سمعك باختصار سيد عبد الرزاق كوناس ينتظرون باختصار رجاء الله يوقف للناس فضل أختصر لك أنتم حضرتكم أنتم قناة محترمة ونشكركم وإلى الله يجازلكم بالخير والبركة لأنه هذا العراق هذا العراق عمره طويل هذا العراق هذا ملئ الشاف شاف واللي ما شاف الله يعلم أخي العزيز إذا سمحت لي فضل أنتم لازم تطلعون في البرنامج هاي المقاصد ما لازم تنسلش حلوة على المنافقين وإلى آخر إذا نطلع مستمرين إذا نعرض اسمح لي اسمح لي محمد محمد نعم طلعونا برنامج عن ناس اللي هم مصائب قوم عنده قوم فوائده طيب من شمال العراق وانت طالع لأنه مصائب قوم عنده قوم فوائده فوائد هؤلاء مستفادين مستفادين يعني بنا وبلدانهم على حساب لقمة العراق الشريف على حساب الإنسان العراقي وطلق الشارع الطفل العراقي اللي هو من رحم نظيف إذا سمعتك أنت تفهمني أنا أشكرك سيد عبد رزاق إلى هنا نكتفي إلى هنا نكتفي شكرا جزيلا لك ونؤكد هنا مرة أخرى مشاهدين الكرام للجميع قناة الرافدين تقدم بكل برامجها تنوعا كبيرا واختلافا في المواضيع وتعرض كل ما تطرحونه من أفكار سيد عبد الرزاق أكيد لو تتابع حضرتك بشكل أو أكيد حضرتك متابع في برامجنا هناك الكثير من المواضيع التي نعرضها لفتح الفاسدين نتحدث عن معاناة الشعب نتحدث عن ملفات كثيرة وفي ملفات كثيرة نتناقش ونحضر ضيوفنا وموجودون دائما وهم يتحدثون بخبرة وبوعي وبثقافة عالية وبمستوى عالي فكري عن الأحداث الجارية في العراق نغطي بإذن الله كل التفاصيل المتعلقة بالشأن الداخلي العراقي والخارج العراقي وكل الشؤون الأخرى إن شاء الله علي من النجف تفضل يا علي أخي محمد حياك الله علي أهلا وسهلا أخي محمد قبل أبدأ بالمواعد خمس نقاطات مهمة لأنني من أهل النجف وعيش وأعرف يعني شقوا بصفة بالسادة بالشيوم بالناس أنا أعرفهم أولا بالنسبة المقتدى خلطيك نبدأ يعني صغيرة بصفتين مجال نبدأ المقتدى أبلا أعطيك التفاصيل ما تلي جايسوا بها مقتدى أيام صدام المنعون أيام صدام صدام قتل طبعا أهله أبو واخوته وكان يخليه لأن كان هو صدام هاي حقيقة هاي أوجيه المقتدى صدام كان متفق هو مقتدى بأن يكتب أبو ومقتدى يبقى بسبيل أكو جراءك وتعامل بينه وبين صدام هاي معلومة بكين قليل طيب إحنا هاي المعلومة تمام لكن أرني أريدك تدخلي بالواقع الحالي بالواقع الحالي أحسن أول نقطة أول نقطة أول نقطة أبو جاسب أول نقطة أهل القبعات الزرقاء هم مجموعة مركبة من عدة إرحابيين مشتركة بين الأحزاب هاي أول نقطة يعني كل الفصائل مشتركة بالقبعات الزرقاء اللي يقودها مقتدى هم إرحابيين اثنين كل هذا العمل الإجرامي اللي يقوم بمقتدى طبعا إحنا مقتدى بالنجاح اسمه مقتدى المنغولي يعني علي 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 بدون تجاوزات على الشيخ الصح نحن نحن على سياسات انتقد سياسات تفضل نعم 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 طبعا هاي الأعمال اللي يقوم بها مقتدى من قبل طبعا من قبل خامنعي أنا شيخ تفاصيل دقيقة هاي الأعمال كان موكل بها منه سليماني سليماني اللي كان يقوم بها بالخطاء من مات سليماني حولها خامنعي حول هاي المهمة المقتدى يقوم بها ثلاثة هؤلاء الذين يقومون بالجرام طبعا اللي يقومون بالجرام هم عباد بشر اسمح لي أستاذ محمد خلافة أخلى أوضع عباد بشر هذا هو شون عباد بشر يعبدون مقتدى كأنما رب هاي وحده ويعتقدون الشي يعتقدون أنا قريب عنهم يعتقدون ان مقتدى هو الإمام المهدي طيب هاي نقطة مهمة نقطة الرابعة جماعة مقتدى كلهم أصحاب جرائم أبو جاسم كلهم أصحاب جرائم وسوابق وسوابق مخلّة بالشرف ووجدت ووجدت إثباتات تدل على أنهم مجرمون وها القتلة وجدوا مقتدى الملاذ الوحيد لتقطيع جرائمهم النقطة الخامسة أبو جاسم نعم هل من المعقول أهل الطبعات الزرقاء يجدون الخمر والعبوب في كل المحافظات في بغداد في بابيل في كاربلاف في المجر ما بحقوله يعني ما أخي ما بحقوله يجدون الخمر بكل محافظات منهم اللي وضعه إذن هم هم اللي قاموا وضعه نفس الوقت هم أرضوه نعم هم الزرقاء يعني 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 لماذا لا يتوجهون إلى أصحاب محلات الخمر ويغلقونها هذا سؤالي نعم لماذا لا يتوجهون إلى محلات الخمر ومحلاء وأصحاب العبوب الكبسلة لماذا لا يمنعونهم من الشارع لماذا يأتون إلى أهلاء الذين يريدون وطن نعم في بداية الأمر كانوا يقولون أن المتظاهرين يحجبون علينا نعم روجه هو وocoprints القبعات الزرق وغيرهم قالوا إحنا كنا نحمل مظاهرات من اليوم الأول لست صحيح هذا الكلام صحيح طيب كيف بدِ ذَÌ fastest الطبائر بالماندُسين إذا كانوا أنصار مقتد الصدَر هم الى حموا المظاهرات وهم الى كانوا يؤمنوهم كيف بدِ ذَخْلهم مما إذا كانوا جيد Ranger اللي دَيقولون ان wrapALL مليانة بالمتدستين وبالمخربين راح اجوابك السلام محمد درستين شوية مجال السؤال السؤال اللي سألته جواب أولا المندسين هم مندسين اسألني كيف؟ لأن في بداية قدومهم على اساس هم ويحي محمول المتظاهرين هم في ذلك الوقت في ذلك الوقت استغلوا طيبة المتظاهرين واستغلوا رأي الشارع باتجاههم وقاموا بوضع جماعة مندسة لتشويص صورة مظاهرات الله شاهد أنا واحد مظاهرين وكنت أتجول في الأزق وفي الخيام وفي سرادق المتظاهرين ولم أجد لا كرسلة ولا حبوب ولا أي مخلوق إذن كل مندس وكل مشوش هم نفسيتهم وضعوه أبو جاسم وقاموا بنشره هذا السؤال يوصل للشعب يا أخوان يا شعب يا أنا أتبع الشحاب اللي يصدق اللي يصدق أكو مندسين أكو مندسين بس يقول هم المندس ما يطب أنا واحد من المظاهرين بالباب أكو تفتيش بالنص تفتيش هم من إجو وضعوا في كل مكان جاسوس ووضعوا في كل مكان حبوب أنا عجيب وشو اللي قلو هاي الحبوب أنا ما جاي أشوف ما جاي أشوف إنساني يعني استخدم هاي هاي الكبسة ما أشوف إنسان يستخدم الخمور وين شون شافو أنا عجيب يعني يا شعب يا شعب العراقي هوعى هوعى والله كبب والله مندس هذا التخريب كله من جماعة القبعات الزرقاء والقبعات الزرقاء هم رأس الفتنة ومشتركة به الأحزاب حاد العامري وقيز خزعلي ومقتط الزدور وكل الأحزاب بقيادة خمنائي توجيه مباشر مباشر يا شعب أصحب شكرا جزيلا لك علي من النجف أنا أشكرك والاحت الفكرة صباح من ألمانيا نتفضل يا سيد صباح السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله أهلا وسهل حبيبي أنا سبق ومشارك حيث وقلت ما كفاجة إذا ما يصير انقلاب حسكري ويقضع لكل الأحزاب هاي واحدة ثنيا التاريخ يعيج نفسه هم ذولة نفسهم أتباع مقدة الصدر وأتباعها نفسهم ذولة أيام ثورة الحسين لما ندعوه إلى كربلاء وغدروا به حاليا مقدة الصدر غدر بالشعب عراقي هو جماعته نفس الثورة الحسين صارت نفسهم هم ذولة أتباع جزيلا ولذاتها ما عيدوا وكرر ما يحلل إلا انقلاب حسكري أو دخول قوات الممتحدة هذا الحل الوحيد والله لو ماتوا وخفتي الألف وواحد تقوى أمل بالله هاي أنتوا يا عام خمسين ألف في عراق يموت ذولة باقي الأحزاب بالحكم ما حد يؤخرهم أبد مستحيل وراهم إيران طبعا المقدة الصدر راح لإيران قلوا لي الله نازل جماعة قلتك غدر بالشعب عراقي هذا اللي يحشوقوا لي ما يحشوقوا لهم بس هاي المظاهرات السلمية يا سيد صباح اللي صار لها أكثر من أربعة شهر الآن قلبة الأوضاع بالعراق دوختهم سوى التوتر بالعملية السياسية أسقطت حكومة عبد المهدي يعني بسلمية بسلمية وسوى وكل هذا يعني ليش يحتاجون أن يرفعون سلاح وهذا اللي تسعى إلى أصلا السلطة هذا اللي يريدون يريدون الشعب يشير سلاح وصير حرب هذا اللي يريدون فاحنا ليش نشجع على هذا الفكر لا لا أحسن من قبل بس لازم القيارة عسكري أخي طلب عسكري طيب 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 صحيحة أنتوا يعني رح تبقى الحالي نفسي رح تبقى هذا الأحزاب بتطع من العراق مستحيل تطع من العراق نعم طيب يا سيد صباح أنا أشكر حضرتك شكرا جزيلا للمشاركة معنا السيد أبو مقتدى من العمارة أبو مقتدى تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي بخصوص المظاهرات اللي حاليا دائرة بالبلد نعم يعني احنا مفروض نخفف من حدة هذا التوتر الطائفي يعني مظاهراتنا لابد تكون نموذجية ننقلها للعالم صحيحة شلون توتر طائفي يا أبو مقتدى فهمني ما فهمت عليك يعني أشوفه لبعض التعصب وبعض الناس اللي المندس اللي جاي انتهم شبه اللي يتحيدونهم هذا كلامك انتهم متريدون المظاهرات تكون تلمية اي يعني اكون مندسين صراحة من اللي طبه بذول المندسين من اللي طبه بذول المندسين وسمح انه يكون اكون مندسين مندسين معروفين اكون دول خارجية تشتغل ضد البلد صراحة مثل منه سميلي سميلي هاي الدول برأيك منه امريكا سعودية ايران تركيا كل هاي الدول ضد العراف طيب شلون انحرفت المظاهرات يعني صار لها اربعة الشهر الان رمتهم الحكومة والميليشيات بكل انواع الاسلحة وبعدهم الناس رافعين العالم العراقي شلون انحرفت عن مسارها والله والله العظيم موجودين ناس سلميين وناس محترمين داخل الساحات لكن هكو بعض المندسين اللي جاي دخلون طيب هساني اسألك سؤال سألت انا اسألك سؤال سألت العلي من النجف اريدك حضرتك اتجاوبني علي اذا تقدر مو سيد مقتد الصدر قال انا ويا المظاهرات من اليوم الاول مثل ما حضرتك بده تقول وقال انا داعم وسراي السلام من تشرا الحماية الناس مو هذا الكلام اللي قاله اكيد نعم اكيد طيب اذا اكو سراي السلام واكو اللي يحمي المظاهرات واللي امنها واللي يمنع عنها خطر المندسين من طبوا ذول المندسين شون اكصارك وهم مندسين بالمظاهرات مو اكو سراي السلام دا تحمي وتأمن ساذنا العجل ساذنا العجل تفضل مثل ما طاحف ناس من المتظاهرين ابناء التيار الصدر الجاي ستخطونوا هذا القمع اللي جاي يجري طيب عندك معلومة لولا ما يقارب ثلاثمية وثمانين او سبعين من صاحب هاي الاحصائية يا ابو مقتده طب انا اريد اسألك يا ابو مقتده هاي المقاطع مع القبعات الزرق وهي قاعدة تضرب الناس وتعتدي على الطلبة وترمي رمانات وطلق حي وتشيل السيشاشين وتشيل الهراوات التواثي وتضرب الناس والناس من المقاطع لا كلامي ولا كلام قناة الرافدين هاي الناس اللي بالشارع دا تصور بيدها ودا تشوف دا تعرض قتل وقمع واستهداف وحرق الخيام والبارحة مجزرة بالنجف اكثر من 23 شهيد واكثر من 170 جريح هاي بالنجف على يد القبعات الزرقاء اللي تابع المقتدى الصدر دولة دولة يعني دولة مين مو جماعة مقتدى تقيقة انت مو زارة الصحة وزارة الصحة موجودة موجودة عندنا هنا المستشفيات بالنجف طيب والاحطائيات انطتها انطتها تسعة شهداء ثلاثة من سيارة صدري وستة من المدنيين والاحطائيات ما يقارب إلى 70 جريح بعد انت لا تحط أرقام كيفة نزاجية هذا يمكنكو واقعيين واحد يكون نزاجي وانت اعلام والاعلام والله انا ابو مقتدى انا بصراحة اصدق اصدق اللي اذا اشوفه قدامي يعني انا من اشوف من اشوف من اشوف واحد بس اسمح لي بس اسمح لي انا ابو مقتدى احنا حتى ناخد وننطي بالكلام حتى ناخد وننطي بالكلام ويكون الكلام عقلاني ومنطقي من اشوف جماعة القبعات الزرق يطلعون يهددون يطلعون يقولون احنا جهزين للاغتيالات ومنتظرين امر السيد ابو هاشم يعني من يطلع هذا واحد يحكي هذا الكلام وصوته صورة وفعلا يروح يحرق ويروح يضرب ويروح يعتدي عن الناس يعني ما احترام لحضرتك انا اصدق اليد يصير بالشاشة ما اصدق اليد اسمعه تمام اعجابك تفضل تابعا كل انسان يحكي باسم سيارة صدري او اسم سيد مفتد ما عد المخولين فهو هذا كابل كماني اذا كان تصرف برد هذا بريء من عدة سيارة ما احما يخبر سليها نخترع الصدر اثنين عندنا في الحالة اللي تجاية تشوفه انت بجهزيوان اغلبيتهم ثم ربما مطبعات طيب انا هسا اريد اسألك شغلة اذا تسمح لي اريد اسألك شغلة بس لا لا بس حتى استغل الوقت وياك قدر الامكان يا سيد ابو مقتدل لان عندي متصلين ينتظرون اريد اسألك شغلة السيد مقتدل صدر بس اسمح لي مقتدل صدر رشح محمد توفيق علاوي لرئاسة الحكومة وكان هو اللي داعم الى بيتولي هذا المنصب محمد توفيق علاوي محمد توفيق علاوي ليس من خيار الشعب ولم يختار من الشعب والناس قالت هذا مو من واصفاتنا ليش ان احنا مريد اي واحد كان موجود بالحكومة من 2003 ولغاية هاي اللحظة يعني مقتدل صدر وراء هاي الاربعة الشهر اللي سفكت بها الميليشيات والقوات الحكومية دم العراقيين والناس تقول احنا مريد واحد من هاي الاحزاب يطلع مقتدل صدر يرشح واحد من هاي الاحزاب مرة ثانية وزير سابق علي ملفات هربان من هربان من قضية ويرشح مقتدل صدر يعني شنو هاي معناها اولا هذا الشخص مدفاع مدفاع هذا الشخص مدفاع ايه هم بشاهد انا تريئ من هذا اللي هو رئيس المزراء وكل السيارة الصدر بريء من حتى السيد مقتدل غير مرشح من قبل السيد هو مرشح من قبل مقتدل صدر وهادي العامري بالاتفاق هذا الكلام بالاتفاق من المتل اليوم موجود داخل حكومة السياسية يا سائرون اتحدى 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 يا ابو مقتد اتجيب لي ما الذي قدمته كتلة سائرون للعراقيين انا اشكرك يا ابو مقتد من العمارة ست وزراء و 54 نائب برلماني ما الذي قدموه للعراقيين شخص مشارك في العملية السياسية من عام 2005 من اول حكومة مع نور المالكي ما الذي قدمه للعراقيين بوزرائه وبنوابه تعرف حضرتك انه انتلأت ساحات شارك الكثير من تابعين او انصار مقتد الصدر في التظاهرات وانعزلوا او تجردوا من عباءة مقتد الصدر ودخلوا ساحات التظاهر كعراقيين لانه عايشين بمجاعة عايشين بالعشوائيات ناس كاتلها الفقر مستوى البطالة عالي ناس ما لاقية تعيش ما لاقية تاكن وهم من انصاره لكن قالوا احنا طابين بنفس عراقي ولما طلعوا تحت التهديد من انصار مقتد الصدر عذرتهم اللجنة المنظمة والتظاهرات عذرتهم وقالوا اتفهمني انتوا ليش طلعتوا ناس انصاره كاتلهم الجوع والفقر ودخلوا الى المظاهرات بسبب حاجتهم الى وطن حقيقي ومع هذا تم تهديدهم وتم الاعتداء عليهم واطلع ارجع البيتك واخلي الساحات لا تنكتل هكذا كان التعامل معه حتى انصار مقتد الصدر اللي طبوا بنفس وطني بعض منهم طبوا بنفس وطني دي ريدي الظاهر فعلا حتى يخلص العراق من هاي الأحزام رح شوف مدينة الصدر او مدينة الثورة وشوف العراق كله ما الذي قدم مقتد الصدر الى اهل مدينة او اهل منطقة قبل لقدم العراقيين وهو عنده ست وزراء وهو عنده هذا العدد من النواب غير المحافظين وغيرهم حسينة من النرويج تفضل السلام عليكم اخي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته والله انا عندي بس مداخلة سريعة اذا سمحت لي تفضل انا اريد بس الك وغيرك يعني تعرفون تغيرون هاي الكلمة القبعات بالطاقيات القبعات بالطاقيات بالطاقيات تمشي تسموها اذا سمحت القبعات الزرق ليش تريد ان تتغير يا موكا لا لا اخي العديد القبعات هاي لازم تروح القب القوم بس الطاقيات الزرق يعني القب هي القب بس لله عز وجل هو القب يعني هي والقب لا للبيت اما الطاقيات الطاقيات يلقين اذا سمحت قبعة قبعة وليست قبعة يا حسين قبعة وليست قبعة لا يعني القبعة والطاقية اما القبعة هي لله عز وجل نعم ماشي ماشي يا حسين شكرا جزيلا حسين مشاهدين الكرام نذهب لأفاصل قصير ومن بعده نعود بقمانا شكرا جزيلا حسين لأفاصل قصير اشتركوا في القناة 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 اتفضل يحسام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف كان محمدين ان شاء الله. اهلا بك. حياك الله. تحية اليك والثوار والنصر قادم بيتن الله يمكرون ويمكرون الله والله وخير والمعكرين. نعم. الصبر مفتاح النصر ومع الاسف مصيبة الناس اذا اسماعهم ليطلون على التلفزيون مخهم مكسول بمين فارسي ما يتبدل مع كل الاسف والله مع الاسف بالله. بس ان شاء الله اكثر من الوضوح هذا بعد ما يصير. ما يصير. شي واحد بس المهم انه لا يترجل على القيوم احد من بره. كلهم كلهم مشاركين بالجريمة. بس يتذكرون على رب العالمين. استغيثوا بالله فقط. لا تستغيثوا بالممتحدة. الممتحدة مرضمة يعني مأسورة من قبل قوى علماء ما تتحرك الا بامرهم. نعم. هذا الشيء قدلوا بالكم. ابدا. النصر جاي. نعم. الشيء الاخر. الشيء الاخر. مصيبة اخرى. الاخرى. الله ان شاء الله يرحموا الشهداء بالنجف وفي كل العراق ان شاء الله. مصيبة اخرى. العبد الكريم. عبد الكريم اخرى. ما تدرم بها هذه. نعم. طي. مزبلة. شون الاتحال الاوروبي اللي يشتوي العراق مزبلة. حسام اني اشكرك. بعد يمكنك السيد سيد. ممكن السيد سيد من علومات. ابراهيم عليه السلام. قال لما طالب من الله. قال له ومن ذريتي. قال له لا ينالوا احد الظالمين. ممكن السيد سيد. شكرا جزيلا يا حسام. كنت معنا من بريطانيا وضحت الفكرة. معنا السيد محمد من كربلاء. تفضل يا محمد. اهل السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. العبد واريدا بس عن كلامي اللي هذه الخابر من العمارة. نعم. اللي يقول يقول دولا مو جمع السيد مقتدى او ما او او لا تقل على حتى الشارع. فصلي اللي يقول عليهم. دي السيد مقتدى ما طلع وصرح وقال دولا ما تابعين اليه. قال وحده. نعم. اثنين. شين يسوه راح ليران وخلوه سوه اتفاقية بينه وبين الخامنائي. نعم. وخلوه شعب واحد يكتل واحد. اثنين بيناتهم هنا وطببهم. من الله هم امر هم. يا هل قال لهم. غير هو هو اطهم امر. قالوا مروحوا احموهم. وضحكوا على المتظاهرين وطبوا بقصد حماية. وكسلوهم. نعم. هم اللي جابوا 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 مخدرات حطوه جوه. جابوا الخام ونخلوه جوه. ويجبون وصلون صورة للناس الشعب بأنهم لهم متظاهرين. نعم. ومتظاهر هو هم قال. قال. طلعت على المسارحة المتظاهرات. لا ما طلعت. طلعت في الصورة. انتم اللي وصلتوها حتى تجون بإذر انه. نعم. فأنتم لأولا انه لهم معابدينها. لأن الله هو يقول عابدينها. لهم يعبدونها. وثق بالله كلهم لا صلى لا صوم. ناس هجيم شون على العربدة. طيب. محمد شون رأيك شون رأيك بكلام حاكم الزامبلي القيادي بالتيار الصدري. اللي يقول. هاي المشاهد. مع الاعتداء قبعات الزرق على المتظاهرين. هاي كلها تمثيليات. وكلها مفبركة. ومدعومة من أمريكا. شو ترد على هذا الكلام. والله لا صار بك. ولا من أمريكا. ولا ناس فقرة وطلعت. مكاتلها الضيم. تقبل لها العظيم. وهذه الثورة. هاي هي انتميها ثورة ربانية. لأن الله راديك تشف لولة. يليديك تشوفهم مثل مقتدة وغير مقتدة. الله تشوفهم تقبل لها العظيم. نعم. ناس دولة قتلة كفيرة الله. لا يعرفون الله. ولا يعرفون النبي. ولا يعرفون تان من يكون. نعم. هم اللي قتلون شون الوضع ينكم كربلاء هسة يا محمد. والله يعني يخوفوا كل شي مزيد. ما ترى وشفتونا تقبل لها العظيم. نعم. ساحات التظاهر. ساحات التظاهر. شين وضع هسة. ساحات التظاهر. لا. هسة الحمد لله. والشكر. هسة زيان. الحمد لله. وشكلة. ما يستعرف يعني. بكل شي شوي وشفتونا. اليوم وقع. اليوم وقع. اليوم ارتقى شهيد. ارتقى شهيد اليوم بكربلاء. نعم. وجرحة. عندنا. نعم. وثق بالله. ماكو. اريد اسألك يا محمد. محمد اريد اسألك. نعم. وين القوات الحكومية من هذا كله. هو انا رجيت اقل لك هسة. ثق بالله العظيم. ما يعني يقولون حمايته مكلة. لا لا لا. المساطر الميليشيات للاخير. ثق بالله. لا امن ولا شرطة ولا جيش. هي المساطر الميليشيات بدر عطائب. النجاباء. حزب الله العراقي. دولة اللي تابعين. ثق بالله. هم دولة. ما ينشدين بينا. والقبعات الزرق طبعا. نعم. كلهم كلهم. شاركة الميليشيات ضد هذا الفقير. اللي طالع يطالب بوطن. ثق بالله العظيم. زين. لا طبك ولا واحد يشذي بثق بالله. احنا نحشي ما نسأل الله. دولة. خطوا لي كنتم بينا نفسهم. وفني يطلعوا يقول لا. طب بنا بداية حماية. هو فراهة. ده الآن يجيك مع المتظاهرين اول يوم متظاهرات. وقال لهم اخش تقرب علينا. شابنا مصرين نريد وطن. زين. اتم عنهم متظاهرون. هم اكم شياسي الظهر. اكم متحذبي الظهر. متظاهر علي من الحكومة ماشك. فذولة كفيلة الله. هو راس البله. هو متيد مقتدأ. هو راس البله. زين. محمد يعني اشكرك. اشكرك يا محمد. نعم كنت معنا من كربلاء. شكرا جزيلا لك للمشاركة. طيب. اه نقرأ بعض الرسالة المشاهدين الكرام. لدينا اول رسالة. نبدأ من اول المرسلين. يقول لحد المشاركين سلام عليكم وعليكم السلام. شي ما عباس من النجف. اه تقول احقر ما شفتهم ما سرايا السلام. ذولة مو سرايا سلام. ذولة سرايا شغب. اه لدينا رسالة تقول السلام عليكم انصار مقتدى. اه ما عدهم غير السمع والطاعة. احمد من مصر. السلام عليكم ابو عمار يقول لو اكو عدالة بالعراق المفروض يتم اعتقال رؤساء الجمهورية والوزراء والبرلمان ووزيري الدفاع الداخلية ومحاكمتهم على نية امام الشعب لصمتهم عن جرائم الميليشيات. رسالة تقول السلام عليكم يجب على الامم المتحدة ان تحاكم مقتدى الصدر على افعاله ضد المتظاهرين السلمين. اه رسالة تقول السلام عليكم تحية لقناة الرافدين اه انا اقترح تسمية ساحة الصدرين بساحة الشهداء مؤقتا اه بساحة الشهداء نقتدى الصدر يقيم في ايران في قم ويوجه اتباع لقتل العراقيين سقط اقناعك وبانى وجهك سامي من هولندا شكرا يا سامي. رسالة تقول في استراليا بشر تجوب الغابات من اجل انقاذ الحيوانات وفي العراق حيوانات تجوب الشوارع لاغتيال البشر. ابو اوس من تركيا. من معنى الان? ابو فاطمة من النجف تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله ابو فاطمة. اخي محمد على عجالة بالنسبة للمجرم حاكم الزاملي هذا تاريخ معروف. عندما كان في جيش المهدي وكيف كان يقتل الجرحى في مستشفى النعمان ومدينة الطب. كانت تستخدم الاسعافات في وقتها عندما انطيت وزارة الصحة لهؤلاء. جيش المهدي معروف عليه ومشهور بجيش المكبسلين. هذا معروف. فاتهام المتظاهرين بانهم هناك مواد مخدرة. هذه كذبة وفرية ومردودة عليهم. اخي الكريم كما تفضل الاخ قبل قليل بان كل الميليشيات الان تحت امرت مقتدى الصدر. وهذه هي الجائزة التي اعطيت له في ايران بانه يقود كل الميليشيات تحت امرته. وهو بالحقيقة العوبة بيد ايران لان هذا الرجل لا تاريخ له. هذا الرجل غير سياسي هذا الرجل مجرد بيدق بيد هؤلاء. الان في النجف تم استخدام حتى الهوانات اخي محمد. والمدافع الرشاشة. وهناك مستشفى تسمى يعني اغلقت مستشفى الامام علي. في حي المهدي مقابل حي الانصار. هذه هي مقر كذلك لهؤلاء القبعات الزرق. والقنصلية في المناسبة القنصلية الايرانية هي حلقة الوصل بين ايران وبين هذه الميليشيات. هؤلاء يعني يستخدمون البطش. وهذه هي سياسة ايران الحمقى وسياسة ايران الوحشية. في استخدام القتل والترهيب لاسكاة الناس. كذلك قضية المرجعية. العلي السستاني ووكلاءه الآن اينهم؟ هل هم في القمر؟ أليست النجف مدينة مقدسة ومدينة لا يجوز تدنيسها بالقتل وبالدماء؟ ماذا سيقول هؤلاء غدا؟ الآن اخي القضية كلها انكشفت. الآن لا يوجد هذه المرجعية الزائفة الوهمية. هذه العمائب ليس لها اي قيمة عندنا الآن. هؤلاء لابد ان شاء الله ان ينظف العراق من هؤلاء العاجم وغيرهم الذين اصبحوا بيد ايران لتطبيق وتنفيذ مهمات ايران في العراق. انا اشكرك يا ابو فاطمة كنت معنا من النجف. شكرا جزيلا للمشاركة فيما تبقى من وقت مشاهدين الكرام. نقرأ الرسائل التي وردت سريعا. ابو حاتم من المصر يقول السلام عليكم. تحية طيبة لكم جميعا. اوجه ندائي الى الشعب العراقي. واقول الوضع بالعراق حرب خفية خرساء خبيثة على العراق. وشعبه يقودها مقتد الصدر بالنيابة عن الاحتلال الامريكي المجرم والعملية السياسية. جرثمة الخضراء واسرائيل والمجوس. وهذا قدر العراق وشعبه. شكرا لك يا ابو حاتم. يقول احد المشاركين مقتد الصدر يفضل ايران على العراق. السلام عليكم. الرحمة الواسعة للشهداء. مقتد الصدر يفضل ايران على العراق. جماعة الصدر ليس لديهم ولا للشعب والوطن. رسالة تقول السلام عليكم. انا زهراء من العمارة. امسل نجف واليوم كربلاء. بس الله يستر من الجايات. رسالة تقول التاريخي عيد نفسه. امثال الصدر واتباع نفسهم في ثورة الحسين. دعوه وخذلوه. ها هم اتباع مقتدى وزبانية تحياتي واحترامي لكم. في رسالة من اريام من الاردن. تقول باسمي وباسمي البرلمان الطلابي في جامعة عمان. ندعو للثورة الطلابية وثوار العراق في النصر. وتدعوني للزيارة. شكرا جزيلا لك يا اريام. السلام عليكم. تقول ام وطن. تقول انتو شبليتونا. ها تقول انتو شبليتو السيد بلوة. الدول قام تضحك علي انا عمي السعودية وامريكا وإيران خلتنا واحد يقتل واحد. شبليتو السيد الخاطر الله عمي ما لا علاقة السيد. السيد بريء. بس تعال قل اللي يفهمك. يعني بريء من ماذا. طيب انا هسا شخصيا انا. انا شخصيا. تم تهجيري. عن طريق ميليشيا جيش المهدي في العراق. شكرا جزيلا. طبعا احد الاخوة. في صورة مؤلمة للغاية حقيقة. يقول باعهاي بن نجف البارحة المجرمين جماعة مقتد الصدر. وصورة احد الشهداء طبعا مغطى بالدماء ومستهدف بالرأس. تقول السلام عليكم وحد المشاركين. القبعات الزرق تقوم بقتل اهل النجف بامر من مقتدى. رسالة تقول السلام عليكم انا ام الوفاء من كربلاء حي برنامجكم الرائع يا اخي. بالنسبة المجزرة النجف هؤلاء حزاب من تفقين ويا اصحاب قبعات الزرق. كانت ساحات اعتصام قبل هادئة ومتكاتفة الثوار. اما من دخله واصحاب القبعات الزرق. اريقة الدماء. في رسالة اخرى تقول السلام عليكم. المتظاهرين خليهتفون ايران بره بره بغداد تبقى حرة. والمتظاهرين اللي راحوا للبرلمان ذوالة ميليشيا الصدر. طبعا في هذه النقطة اخرجت اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة التشرين بيانة بهذا الخصوص. وقالت بان هؤلاء لا يمثلون المتظاهرين. وطبعا هي دائما تكون هناك محاولات ببعض الشيوخ المزيفين. او ببعض هؤلاء الذين يذهبون طبعا من المنتفعين من اصحاب الميليشيات من افراد الميليشيات. يذهبون تحت مسمى المتظاهرين لكن هذه المحاولات لن تنطلي على المتظاهرين. يقول احد المشاركين او المشاركات واضح هاي خطة حتى يخلون العلاوي ممكن يسوي فيلم ويعتقل كم واحد حتى يسووا بطل والمتظاهرين يقبلون الترشيحة. احذروا هذا دليل نجاح التظاهر وترى هذا اللي يعتقل يخرجوا سفره الى ايران. ها ليعتقل يخرجوا سفره الى ايران. ابو حيدر من النجف يقول دعاية قوية يقولون ان السيد مقتدى اما مقتول اما محجوز وان لم يكن كذلك لماذا لا يظهر على الشاشة بس يرسل تغريدات. مجهة نظر. احد المشاركين يقول استاذ محمد انا من اهل النجف قبل شوية طلعت مرة من اهل الكوت تقول انا اعتب على اهل القبعات الزرق. كذا ماشي يعني بلا تجاوزات. السلام عليكم الحمد لله انكشفت حقيقتهم الاحزاب الفازدة بالعراق نورة من الناصرية شكرا لك. احد المشاركين يقول السلام عليكم. ردا على ابو مقتدى الذي يدعي بمقتل تثميت شهيد ابن التيار الصدري اقول لهذا كلامك نص الحقيقة. لان الحقيقة كاملة هو تصفية الكثير من التيار الصدري بعد تعاطفهم مع الثوار والذين امتنعوا عن ترويع وضرب المتظاهرين. في اخر رسالة لدينا نقرأها من اخر المتصلين اخر المشاركين يقول سلام عليكم انا امكرار من الناصرية انا دا ارسلكم عندي هم وحزن. سلام عليكم انا امكرار من الناصرية هذا بسبب هذا سبب قبعات الزرقاء كل منهم هم خربوا من مظاهرات حقهم ان يطلعون ويطالبون بحقهم. لماذا لا يظهر سيد مقتدى اذا هو يقول اني مالي دخل. طيب. وصلنا الى ختام حلقتنا مشاهدين الكرام اشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة ونلقاكم ان شاء الله في حلقات قادمة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة.